اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم في كل مكان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى صحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أحيي فضيلة المشايخ الذين يشاركون في هذه الحلقة من حلقات برنامجنا وبرنامجكم السيرة النبوية وقضايا الأمة وموضوعنا في هذه الحلقة المال انتلاقا من السيرة استنادا إلى السنة اعتمادا على القرآن وهذه الثلاثية السيرة والسنة والقرآن هي ثلاثية الإسلام هي مرجعية هذا الدين الذي أكمله الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والمال في سيرته وسنته صلى الله عليه وسلم خطابه في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فإشارة لطيفة إلى الحرمات الإنسانية والحرمات الشعائرية إن دماءكم إشارة إلى حفظ دماء وأموالكم إشارة إلى حفظ الأموال وأعراضكم إشارة إلى حفظ الأعراض وشعائر الله سبحانه وتعالى هي يوم وشهر وبلد كيومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فجزء أول يتعلق بالحرمات الإنسانية وجزء ثاني يتعلق بالحرمات الشعائرية وهذه الحرمات وتلك هي المحرمات بمعنى الحرمات التي حرمها الله عز وجل من جهة تأكيد مكانتها وقداستها ومن جهة تعظيمها من قبل المسلمين الذين يعظمون شعائر الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب إشارة إلى الشعائر هنا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه خطاب نبوي جامع في خطبة جامعة فيها حفظ المال أموالكم عليكم حرام كحرمة مكة ويوم عرفة وكذلك كحرمة شهر الله المحرم حفظ المال هو ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة بوضع ربال عباس بإقامة السوق بمنع الغش من غشنا فليس منا بالمزارعة والمساقاه وكل ما جاء في سنته وسيرته صلى الله عليه وسلم من تجارة وأعمال وأموال وكان تاجرا كما تعلمون في مكة ولما كان شابا والنبي صلى الله عليه وسلم تصرف بوصفه إماما في التجارة في المعاملات في أصولها في مقاصدها والمقاصد الشرعية تأسست انطلاقا من القرآن ومن السنة والسيرة القرآن يقول ولا تؤتس فهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما والقرآن كذلك يقول الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار وكل آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تقرر بمجموعها مقصد حفظ المال وهو كلية من الكليات المقاصدية الخمس حفظ الدين حفظ النفس حفظ العقل حفظ المال حفظ النسل وحفظ المال وحفظ المال هو الكلية الخامسة تحفظ بوسائل الحفظ من بيع ورهن وهيبة ومعاوضات وتبرعات وتحفظ كذلك بضرء ما يؤدي إلى إهدار المال وتفويت الثروة من هذه الوزرائع كالغش والرباء والسرقة والابتزاز المال بأنواعه والعلماء يتحدثون بناء على ذلك يتحدثون عن كلية المال بمعنى ما هي إسلامية مالية ليست كالما هي الإسلامية مثلا الزوجية لذلك يقولون بأن الأموال معاوضات وتبرعات والمعاوضات الأصل فيها المشاحة والتبرعات الأصل فيها المسامحة ولكن الدماء والأعراض والأنفس هذه كلية أخرى كلية الدماء التي يحتاط لها وكلية الأعراض التي يحتاط لها فالأموال إذن هي بما هي شرعية وبمعنى كلي تقررت بالنظر الاستقرائي لشواهد السيرة التي ذكرت جزءاً يسيراً منها والمشايخ الكرام إن شاء الله يذكرون شواهدها ومستخلصات ذلك فالمال في السيرة وفي السنة وفي القرآن إنما هو عمود المعيشة وأساس الحياة بالإضافة إلى الدين كما قلنا وإلى النفس وإلى العقل وإلى العرض والسفهاء الذين ابتليت بهم الأمة الذين لا يحسنون التصرف في الأموال ولا يحسنون التصور في الأموال لا يحسنون التصور بمعنى لا يحسنون التفكير الاقتصادي والتفكير المالي وكلا الأمرين جاء في القرآن الكريم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها سفهاءنا سفهاء الفكر والنظر والعقل وسفهاء الأموال جاء ذلك في قول فالسفاهة هي عدم أو سوء التصرف في الأموال وسوء التصرف في العقول وفي الأنظار ومشكلة الأمة والإنسانية في صورتي السفاهة السفاهة المالية والسفاهة العقلية والسفاهة الجماعية نسأل الله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة هذا شيء يسير في درسنا وفي حلقتنا وأنتم تتابعون مشاهدي الكرام ونشكركم على هذه المتابعة ونحن في مائدة النبي صلى الله عليه وسلم في مائدة سيرته وسنته وهذا من عمل السنة هو من الأثر المبارك الدائم الآن نحيل الكلمات والإفادات لمشايخنا الكرام ليعلق كل واحد منهم ببعد أو زاوية تتكامل بهذه الحلقة في إطار برنامجنا الذي فيه جمع بين السيرة النبوية وقضايا الأمة بزوايا نظر في العقيدة والأخلاق والأحكام والمقاصد والميزان وأول كلمة هي لفضيلة الشيخ الدكتور علي القرداغي فالله الكلمة تفضل الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة مقصد أو مقصد حفظ المال وإن اعتبره البعض المقصد الخامس ولكنه هذا من حيث التعارض إذا تعارض المال مع النفس يقدم النفس لكن من حيث الأهمية والعلاقة فإن مقصد المال يتعلق بجميع المقاصد الأخرى فحفظ الدين نحن نعلم أن القرآن الكريم قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس ونعلم بأن الدين من أهم الوسائل لحفظ الدين المال كذلك العقل الذي يحافظ العقل من حيث الجوانب الصحية وغير ذلك المال له دور كذلك بقية المقاصد هذا من جانب والجانب الآخر حقيقة مقاصد المال في الإسلام لها هناك عدة مقاصد عامة ومقاصد خاصة ومقاصد جزئية المقاصد العامة للمال هي تحقيق أولا التكافل داخل الأمة الإسلامية وهي الوسيلة من هذه الأموال لذلك رب العالمين قال فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين الأخوة في الدين تتحقق بالجانب العقد بالصلاة بالجانب العمل فلذلك تحقيق التكافل هو أحد المقاصد الأساسية ومن أهم المقاصد العامة الأساسية التبادل تحقيق التبادل وهذا ما سماه شيخنا ابن عاشور بالرواج فالرواج هو أنك تروج هذا المال من خلال التبادل وما أشبه ذلك وطبعا يدخل ضمن التبادل والرواج قضاء الاستثمار والعقود وكل ذلك داخل في هذا المقصد الثاني أيضا من مقاصد المال حقيقة تحقيق التوزيع وإعادة التوزيع داخل الأموال لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم فمقصد تداول الأموال ومقصد عدم حصل المال بين فئة معينة أيضا مقصد أساسي من مقاصد هذه الشريعة الإسلامية ولذلك رب العالمين سم المال قيام للمجتمع والقيام كما يقول وطبعا هناك قراءة قيامة وتدل القراءتان على أن المال أو هو يعني القيام يعني ما يقوم به الشيء اسم مصر وليس مصرا المصر هو الحدث اسم المصر ما يقوم به الشيء أي ما يقوم به القيام ما يقوم به الحركة ما يقوم به النهضة ما يقوم به الحضارة ما يقوم به التقدم لا يتحقق هذه الأمور بعد العقيدة والإيمان إلا بالمال ولا تؤتس فها أموالكم ونرى هنا أن فكرة التملك في الإسلام أيضا مقصد مهم جدا هو الملكية الاجتماعية لا ملكية فردية خاصة كما هو نظام الرأسمالي ولا ملكية جماعية وإنما ملكية معترف بها فرديا لكن فيها حقوق المجتمع ولذلك أضاف المال هنا إلى المجتمع ولا تؤتس فها أموالكم أموال المجتمع يعني الدولة التي جعل الله لكم قيامة ثم أمرنا الله سبحانه وتعالى بالترويج والترويح وارزقوهم فيها ولم يقل وارزقوهم منها أي استثمروا هذه الأموال حقوة استثمارات ناجحة لتتحقق بهذه الاستثمارات النفقة والصدقة والكسوة وما أشبه ذلك كلمة أخيرة مهمة جدا حقيقة من مقاصد المال الغربيون وضعوا حقيقة كما قال آدم السميث وغيره قالوا من أهم مقاصد المال أو دوافع المال هو إدارة المال إدارة الثروة بما يحقق الرفاهية للفرد والهيمنة للدولة ولذلك لا يهمهم يعني الرفاهية لصاحب رأس المال والهيمنة للدولة التي ترعى رأس المال هذا بالنسبة لهذا لكن في الإسلام وضع الله سبحانه وتعالى أربعة مقاصد عامة بالإضافة إلى هذه المقاصد استثمار هذه الأموال لتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى من خلال الزكاة وما أشبه ذلك هذا رقم واحد رقم ثنين استثمار الأموال لتحقيق العمران والتعمير والحضارة وهو أنشأكم الأرض واستعمركم فيها الأمر الرابع يعني استثمار الأموال وتبادلها وترويجها أيضا لتحقيق الرفاهية والسعادة للإنسان في الدنيا والآخرة المقصد الرابع استثمار الأموال لتحقيق إيش؟ لتحقيق الذكر الحسني بين الناس وهذا أيضا مطلب وهناك حقيقة أمور أخرى لا يسع المجال لذكرها شكر الله لكم فضيلة الشيخ شيخ مو فضل فضل بارك الله فيكم شيخنا وهو فقيه المال من ذا يتكلم بعده لكن ماذا نفعل؟ كنت قد أريد أن أتكلم عن المقاصد المالية أو التقاسيم المالية من حيث الأنظمة أنظمة التملك وأنظمة الحفظ ونظام الاستثمار وأنظمة التسهيلات وأنظمة لكن شيخنا قد تناولها مقاصديا ذكرني بقول الله سبحانه وتعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وكيف أن عمر رضي الله عنه كان امتدادا لسياسة النبي عليه الصلاة والسلام في جعل محميات للفقراء والمساكين ونص على أغنياء بأعيانهم ألا يدخلوا فيها وما أخرجه الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى من حديث زيد بن أسلم وحيث قال له عمر يا هني أدخل رب السريمة ورب الغنيمة وإياه نعم بن عوف وابن عفان فإنهما إن تهلك ماشيتهما رجع إلى نخل وزرع وأما رب السريمة ورب الغنيمة إن هلكت ماشيتهما جاء ببنيه إلى بيتي فقال على بابي فقال أي عمر أطعم بنية فتاركهم أنا لا أبى لك فإن فاقوا فالماء والكلاء وأهونوا علي من الذهب والورق هذا يعني شيء عجيب فقاله عمر رضي الله تعالى عنه وأخرجه المالك في الموطة وأخرجه في الأموال وأخرجه أولاً وزير المالية هذا اليمني الذي وكله عمر رضي الله تعالى عنه للقيام بهذا ثانياً التخصيص تخصيص من المال العام جهة للأسر الفقيرة والأشد فقراً هذا واحد ثانياً ثالثاً هؤلاء الفقراء الذين هم من الفقراء والأشد فقراً أعطاهم أشياء متحركة وقال أعطيهم الماء والكلاء خير أفضل لي من أن أعطيهم الذهب والورق لا أريد أن أنفق من خزينة الدولة فلوس وأموال وأصرف لهم رواتب لا خليه يشتغل أعطيه شيء ينتج فالإنتاج كان مقصوداً لعمر رضي الله تعالى عنه أعطيه فمعه صريمة ومعه غنيمة والصريمة القطعة من الإبل والغنيمة القليلة من الغنم فهذه الأسر الفقيرة هذه الأسر التي معها شوية غنم شوية إبل هذه تحتاج إلى تحريكها إنتاجياً فوفرت لهم الدولة الماء والكلاء بدلاً من أن تصرف لهم الرواتب وهذا فيه كذلك بعد بعد اقتصادي وهو تشغيل وهو تشغيل اليد العام العاطلة بدلاً من أن تعطيها رواتب إلى البيوت كذلك نص على أصحاب الأموال المستثمين الكبار مثل عثمان بن عفان مثل عثمان بن عفان مثل من عبد الرحمن بن عوف نعم نص عليهم بالإسم وهذا سن قانون يعني يمكن للدولة أن تنص على أن أصحاب الأموال الذي تبلغ أموالهم كذا وكذا لا يدخلون فيه ولا يشاركون لا يشاركون الفقراء في كذا وكذا وكذا هذا من المصالح العامة وقد نص عليه غير واحد من الفقهاء أثناء شرح هذا الحديث هذا ما أحببته ما وردني في هذه اللحظة دارك الله فيه شكراً أحسن الدكتور فضل الآن مع بسم الله والسلام على رسول الله المال طبعاً كان حاضر في بداية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ويظهر همية المال بالنسبة للدعوة الإسلامية مع السيدة خديجة بدعمها للرسول صلى الله عليه وسلم بمالها وبيعقلها ويظهر أيضاً مع أبو بكر الصديق رضي الله عنه ظهر رجل الثري صاحب الأموال كيف أصبح المال في خدمة الدعوة ويذي حوالي ستة من المعذبين من العبيد فك رقابهم واعتقم لوجه الله خطة استراتيجية وضح رسول صلى الله عليه وسلم مع سيدنا أبو بكر وكذلك في التوزيعات في الأسر في التعليم والتربية في الفترة المدنية الرجل الغني يدعم برجل فقير حتى يتم تعفيض القرآن وتعليمة فالمال في هذه الحياة في مسيرة الدعوات دائماً حاضر بقوة لما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم وأيضاً حتى التوجيهات القرآنية لما الله يقول فامشوا في مناكبها وكل من الرزق وإليه النشور والآيات في هذا المعنى كثيرة ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه بعد الانتقاء في أموال صرفت من أجل نشر دين الله سبحانه وتعالى في الفترة المكية وأبرز الشخصيات الداعمة في هذه المرحلة وعثمان وأبو بكر والسيدة خديجة لما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة من أولويات بناء في المدينة السوق كان اليهود السوق اليهود كان مهيمن على التجارة تم فرسول صلى الله عليه وسلم خطت سوق جديد عليه الصلاة والسلام ودخلت آداب وأخلاق جديدة وبقى الناس القبائل العربية التي تأتي حول المدينة تأتي للسوق وجدوا قوة الجذب في الصدق وفي الوفاء والتعاليم الجديدة وأصبح مركز تقل تجاري في أموال سحب الرسول صلى الله عليه وسلم القوة الاقتصادية من أسواق اليهود في المدينة وأصبحت لصالح المسلمين المتتبع لتاريخ الصيرة النبوية فيه مؤسسة المالية بدت تتأسس بالفعل في المدينة من خلال الزكاة ومن خلال الموظفين والعمال واللي أرسلهم وتطورت مع الوقت ومع الزمن في عهد سيدنا رمب الخطاب حتى أصبحت مؤسسة لها مصادر الدخل ولها طراعق في الإنفاق فبالتالي موضوع المال كقوة عند التجار أبو بكر وعمر أو حتى سيدنا عمم الأغنية يحتمل سيدنا عثمان وعبد الرحمن وكمؤسسة أصبحت من مؤسسات الدولة في العهد الراشدي أصبحت لها معلم واضح وبالتالي الدعوات تحتاج للمال والدول القوية تحتاج للمال والصناعات تحتاج للمال والمرضى يحتاجون للمال ومن يريد أن يبني حضارة حقيقية نبدأ أن يحسن في كيفية استجلاب المال وصرفة في المناحي الحياة الصحيحة التي تنشئ الحضارة الضبانية شكرا لك الشيخ علي والآن مع الشيخ محمد فضل بسم الله الرحمن الرحيم ينقسم المال في الإسلام إلى قسمين إلى مال عام ومال خاص المال العام في العهد النبوي في السيرة ما كان له ذاك الشأن الكبير لأنه لم يكن للمسلمين بيت مال وإنما كان فيه أموال مشتركة منها غنائم ومنها إقطاعات نبوية ومنها ما أفاء الله على رسوله وهذه حدد تقسيمها في القرآن فعلموا أن ما غنبتم من شيء فأن الله خمسه للرسول وليلقرباء والإتاماء والمساكنين وليلسبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا والفرقاني ومنتقل جمعا إلى آخره ما أفاء الله على رسوله منه فما أجفتم عليه من خيرهم ولا ركاب ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء المال الخاص هو الذي تحدث عنه المشايخ في العهد النبوي فكان فيه فعلا ناس يتجرون ويزرعون وينمون ولكن لم يكنوا يختصون بما يملكون كان مالهم متحديا في النفع فالرسول صلى الله عليه وسلم ما مارس التجارة بل خرج في تجارة خديهة مرة واحدة إلى الشام مع ميسرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ وميسرة هو الذي يتولى البيع والشراء بل أنا تتبعت فما وجدت حديثا واحدا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما باع أي شيء قط ما باع شيء قط وبحثت عن العلة في ذلك فوجدت أنها كرمه فكان أكرم الناس ما سوء إلى شيء قط فقال لا وكان عنده أعطاه إلا أرد بمجسور من القول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ويدارسه القرآن وكان يدارسه القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجوده بالخير من الريح المرسلة والبيع مبني على المكايسة وكل شخص يرغب في أن يأخذ من الثاني والنبي صلى الله عليه وسلم من رأى أنه يرغب في شيء أعطاه إياه صلى الله عليه وسلم ولم يكن يبيع اشترى كثيرا من الأمور اشترى الخيل اشترى لإبيل اشترى لغيره حتى اشترى الرعاة لابنتين أسعد ابن زرارته حين أوصى بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم اشترى حتى ناقة الهجرة حتى المسجد أرض المسجد تأمنوني حائطكم هذا اشترى أشياء أما هذا المال الخاص فهو يبحث به من جهتين جهة جمعه وجهة تفريقه وجهة الجمع وجدت أنها ينظمها خمسة قواعد وجهة تفريقه ينظمها خمسة قواعد جهة الجمع قواعدها الخمسة وجدتها في أثر لعثمان رضي الله عنه عندما سئل قدمتم مدينة مهاجرين ولا تملكون إلا صيوفكم فكيف أصبحت أغنى المهاجرين قال كنت أعالجه وأنمي وعالجها القاعدة الولى وأنمي ولا أزدري ربحا ولا أشتري شيخا وأجعل الرأس رأسين هذه خمسة قواعد في تنمية المال وفي توزيعه وجدت خمس قواعد في قصة قارون فإن الله قال إن قارون كان من القوم موسى فبغى عليهم وآتناهم من الكنز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة وللقوة إذ قال له قمه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين بارك الله فيك من الشيخ محمد وشكري مجدد لكل المشيخ كرام وفريق التصوير ولكم مشاهدي الكرام على أمل نقائدكم في حلقة أخرى السلام عليكم ورحمة الله أليس سلام عليكم أليس سلام عليكم ورحمة الله أليس سلام عليكم ورحمة الله من الوحي بادي تعالى لنرفع شأن الحياة بنهج البناء وفيض السداد وهذه مجالي سبلح البلادي فأنص التفوز بالهدى والرشاد تعالى لسيرات خير العبادي لهدي قويم لأكمل هادي